اشتركوا في القناة هو ده اللي انت لعبته قدامه مش تصحح لي اميليو بترجينيو كمان هو يمكن رجل التاني في النادي الملكي واللي كان حريص دايما على مشاركة النادي الاهلي النهاردة افراحه وزي ما كان هو صاحب تهنائة ريال مدريد للنادي الاهلي في احتفاله النهاردة هنا في القناة بمرور عشرين سنة على لقب نادي القرن النهاردة هو كمان معانا ممثلا لنادي ريال مدريد في ذكرى مواجهة الكبيرين هنشوف بيقول ايو نرجعتي مواجهة الكبيرين سنة على اشتراك نادي ريال مدريد نادي القرن الاوروبي ضد النادي الاهلي نادي القرن الافريكي وعلى سبيل المثال يعني بترجينيو كمان بيفكرني انا على المستوى الشخصي بمباراة شهيرة جدا جدا يمكن كان في اوائل احترافي في نيوشاتل زاماكس كان في مباراة تجمع ما بين نيوشاتل وريال مدريد وكان بترجينيو بيشارك في هذه المباراة ودي كانت من المباراة تقدر تقول المباراة التاريخية لنادي الصغير السويسري بيفوز على نادي كبير عظيم زي ريال مدريد واحد سف في نيوشاتل في سويسرا المباراة العودة كمان كان لها ظروف صعبة او ان ريال مدريد بيتعطل وبيعادل الشوت الاولاني وبنخرج سفر سفر وبالطموح عندنا كبير جدا لكن طبعا مع الخبرات وفارق النجوم الكبار اللي كانوا موجودين فاز ريال مدريد اربعة سفر فعايز اقول انه هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي دايما يخاطب الكبار والكبار عندهم كمان عندهم حب للنادي الاهلي والنادي الاهلي بالوقت فيه صفوف الفرق الاولى العالمية بيترجينيو من العناصر ومن الخبرات ومن اسماء العظيمة اللي كان لها الشرف انها تكون موجودة في الاهلي وان كمان النادي الاهلي بيصل للصف الاول على مستوى العالم في كل الاندي اشتركوا في القناة